حدثة اليوم هي الأكتر دموية في التاريخ بعد 38 دقيقة بس من طيرانا اختفت طيارة الخطوط الماليزية من على أجهزة الرادار 239 راكب من 15 جنسية مختلفة بينهم 12 واحد من طائم الطيارة نفسها العالم كله اتقلب على الطيارة الغريبة دي واللي استمرت عمليات البحث عنها لمدة سنتين كاملين من موعد سقوطها في مارس 2014 شاركت في عمليات البحث عن الطيارة المفقودة 13 دولة بحثوا منطقة تقدر مساحتها ب120 ألف كيلو متر مربع عمليات البحث يا سادة اتكلفت 159 مليون دولار تقارير كتيرة جدا بتقول ان الطيارة دي اتخطفت وانه تم السيطرة عليها من واحد من أفراد طائم الطيارة وان اختفاقها عملية مقصودة النهاردة يا سادة هنكمل الجزء الرابع من ذهاب العودة ومين عارف هيكون فيه أجزاء تانية للسلسلة دي ولا لأ النهاردة هنتكلم عن 3 حوادث أغرب من بعض ركزوا اليوم معانا كويس جدا بس قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة ففكركم ضروري جدا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وأكيد انكم هتدونوا لايك تقديرا منكم لمجهوداتنا هتشرف بمتابعاتكم لي على فيسبوك وانستجرام وتيكتور هتلاقوا كل اللينكات تحت في الشرح أنا كريم العدوي يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة الحادثة الأولى معانا النهاردة هي حادثة مش مفهومة سنة 1942 وفي عز الحرب العالمية التانية ما كانت دايرة وتقلبت الترابيزة فجأة بعد ما كانت دول المحور كادت أن تنتصر اتقلبت الآية ودول الحلفاء هم اللي رجعوا سيطروا من جديد وده حصل بعد انضمام أمريكا ودخلها الحرب في صفوف الحلفاء ولكن ده كله حصل بعد حادثة معينة في حادثة مشهورة اسمها بيرل هاربر وده الاسم اللي أطلقوه عليها الأمريكان أو العملية زد وده الاسم اللي كانوا بيسموها بي الجماعة اليابانيين أو المقر العام للإمبراطورية اليابانية وقتها الهجوم ده كان عبارة عن غارة جوية مفاجئة الغارة دي نفزتها بحرية الإمبراطورية اليابانية وده كان بتاريخ 7 ديسمبر 1941 والهجوم ده استهدف الأسطول الأمريكي المتمركز في المحيط الهادي وفي قلب قاعدته البحرية اللي اسمها بيرل هاربر وده اللي مكانها في جزر الهاواي الهجوم ده هو اللي غير مجرى التاريخ أمريكا ما كانتش ناوية تدخل الحرب دي ودول المحور كانت على وشك الانتصار وشكل الخريطة كان هيبقى مختلف دلوقتي تماماً لولا الحدثة دي أما اليابان عملت الهجوم ده أجبرت أمريكا على الدخول للحرب العالمية التانية والانضمام لدول الحلفاء ما انت اللي استفزتني يا جدع وبعدها اتقلبت الكفة لدول الحلفاء وتحط على اليابان الحطة اللي كلنا عارفينها بتاعت هيروشيما ونجازاكي هنعمل حلقة مفصلة عن الحروب العالمية لو حابين اكتبوا لنا في التعليقات حرب عالمية المهم اليابانيين أما عملوا الهجوم ده فعلاً دخلوا زعلوا أمريكا غرقوا لهم 3 طراريد وتلات مدمرات بحرية ودمروا 118 طيارة حربية أمريكية وقتلوا فوق الـ 2400 أمريكي وجرحوا 1282 أمريكي وخرجت اليابان بخسائر تقدر بـ 65 جندي ياباني فقط وسقوط 29 طيارة علموا عليهم من الآخر المهم دي مش قصتنا دلوقتي قصتنا هي اللي جاية دي أمريكا كانت خايفة اليابان تقرر عملتها تاني وكان عندها ناقص كبير في الصفن اللي بتأمن السواحل الغربية فالجيش الأمريكي اقترح حل بديل وهو وضع 12 من طاضي مشطه السواحل الغربية ويأمنوها بالكاميرا تمام اتفقنا طلع واحد من المناطيد واللي كان رقمه 101 وعلى ظهره الملازم أرنست كودي ومعاه الملازم شارليز آدمز اتنين ضباط معروفين في الوحدة بتاعتهم بالالتزام وكان المفروض يطلع مع كل رحلة ميكانيكي بيفضل معاهم طول الطلعة بس الميكانيكي بتاعة الطلعة دي رفض يطلع معاهم وقال إن نسبة الرطوبة عالية جدا النهاردة فده يخلي المنطاد فخطر السقود فمش حابب نتقل الوزن على المنطاد عشان يفضل طير بسلام الساعة 8 صباحا الملازم كودي بعت رسالة للقاعدة الرئيسية تحت قالها فيها إن فيه بقعة زيت مشبوهة على سطح المحيط وهم هيروحوا يتحققوا منها قالوا لهم تمام أوكي بلغونا بالمستجدات فضلت القاعدة منتظر التقرير من المنطاد ساعة التانية التالتة مفيش رد منهم خير وتقطع الاتصال بهم نهائية وفجأة وعلى حسب شهود عيام من السكان ورجال الشرطة شافوا المنطاد بيسقط بشكل غريب جدا في اتجاه مدينة دالي في سان فرانسيسكو ولقوا المنطاد بيقع على الشاطر بس كان فيه حاجة غريبة جدا إنه المنطاد كان فادي وما كانش فيه أي حد من الزباط جهاز اللي سلكي شغال البنزين يكفي لمدة 4 إلى 5 ساعات فيه حاجة كل زباط المنطيد متضربين عليها وهي إن في حالة وجود أي حالة طوارق أو خطر ففيه جوه المنطاد صندوق صغير بيتم رميه من المنطاد وده عبارة عن الصندوق الاسود يعني بيسجل كل حاجة حصلت عشان يعرفوا منه إيه اللي حصل للرحلة دي ويعرفوا الموقع اللي حصل فيه الخطر بس الصندوق كان موجود غريب ده معناه إنه ما كانش معاهم مجرد ثواني عشان يرموا الصندوق وإما فرغوا الصندوق ما لقوش أي معلومة بتدل عن إيه اللي حصل فيه ناس بتقول إنه هم بيتفحصوا بقعة الزيت السوداء اللي في المحيط غير مسر كلام يبان منطق إنما الرأي الغريب في الموضوع واللي كان مسيطر جدا وقتها لإنه كان فيه علامات كتير على وجود الرأي ده أيام الحرب العالمية التانية وهو اختفاء الزباط عن طريق كائنات غير معلومة وبالمناسبة الحادثة دي حصلت كتير في خلال الحرب العالمية التانية القصص بتاعت إنه اختفاء كتيب كاملة وسير بطيران وحاجات كده غريبة والقصص بتاعت استعانة الجيش الألماني بالكائنات بتاعت جوف الأرض وحادثت وحرب الهاي جامب ودي الحرب اللي ضارت في القطب الجنوبي عند مدخل جوف الأرض ما بين الأمريكان وما بين الألمان بس الخلاصة إنه لم يستدل على جثمان أي حد من الزباط وبعد عمليات بحث كبيرة دامت لمدة عام كامل تم اعتبار كودي وآدمز متوفيين رسميا سنة 1250 وعلى سواحل جزيرة رود في أمريكا بيتجمع الصيادين عشان يبتدوا شغلهم هناك وفجأة ظهرت من العدم سفينة ضخمة دخلت لقلب الشاطئ وفضلت تناور يمين وشمال من الصخور لغاية ما وصلت للشاطئ ورسيت بكل هدوء المهارة في إنها ترسى بالصورة دي وسط الصخور الصعبة دي عايزة كوبطان لعيد حد كده خبرة يعني الصيادين فضلوا ممتظرين ركاب السفينة الغريبة دي ينزلوا وعايزين يشوفوا من الكوبطان العالمي ده مفيش حد بينزل خير يا سيد فيش حد بيرد فالصيادين طبعا فضلهم كان كبير قربوا من السفينة أكثر إيه ده عرفناها مش دي سفينة طائر البحر بتاعت الصد دي اللي كان الكوبطان بتاعها اسمه جوندرهام أيوة أيوة دي اللي طلعت تستاديا رجالة من 8 شهور تقريبا وما رجعتش من وقتها لا 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 يلا بينا نطلع نشوف فيه ايه فوق وفعلا وقد كانت طلعوا الصيادين وكانت المفاجأة وما لقوش أي حد على سطح السفينة خالص لقوا كلب وقطة فقط الغريب ان كل حاجة أمورها كانت تمام فوق مغزن السمك سليم الفلوس بتاعت أفراد السفينة موجودة لبسوهم وأكلوهم وشربوهم كل حاجة سليمة حتى وقود السفينة موجود وما فيش أي حد الله طب مين اللي رسي بالسفينة على الشط ما نعرفش ايه القصة طيب برضو ما نعرفش ده كله مش هو المفاجأة المفاجأة لسه ما جاتش اللي بنقوله ده عادي وحصل كتير فصبروا جميل لقوا مذكرات القبطان جوه السفينة مكتوب فيها ان الرحلة كانت ثالثة وآمنة والأمور كلها كانت تمام وان السفينة وصلت لحد برينستون المرجاني واستادوا سمك من هناك الله طب تماما هو لا يتقل عارف ده معناه ايه ده معناه ان السفينة دي رجعت لوحدها من برينستون لشاطق رود لوحدها من غير حد تي حاجة غريبة كل حاجة على سطح السفينة بتقول ان مفيش كرسنة لان كل حاجة عايزينها الكرسنة موجودة لسه على السفين الصيادين قالوا احنا نبلغ الشرطة جزء من الصيادين تلع على شغل والجزء التاني راح يبلغ الجهات المسئولة راحوا ورجعوا ومعاهم زباط من الشرطة وما طولوش هناك يعني شوية وقت بسيط ورجعوا بالزباط عشان يشوفوا حاجة غريبة جد المحيط الممتد ده كله فاضي تماما مفيش سفينة السفينة اختفت اختفت تاني بدون سبب اختفت المرة الاولى وعليها الطائم بتاعها والكبطان ودلوقتي اختفت تاني بعد ظهورها الغريب ده وما قدرواش يفسروا اللي حصل ده باي تفسير منطق وتأيدت اقوال الشهود تحت بند الحوادث الغريبة الاغرب والاغرب هي قصتنا الاخيرة النهاردة واللي بنتكلم فيها عن طيارة الخطوط الماليزية واللي فيها الخلاص هنطير بكم لسبع سماء قصتنا الاخيرة اليوم يا سادة عن الطيارة الماليزية المفقودة سنة 2014 يوم 8 مارس سنة 2014 والساعة 12 و 3 بعد منتصف الليل اتحركت طيارة الخطوط الماليزية واللي كانت من طراز بوينج 37 واللي كانت بتحمل رقم الرحلة م اتش 370 متحركة من كوالا لنبور رايحة على بيكين مفترض كانت توصل بيكين الساعة 6 ونص صباحا وكان في الرحلة دي 239 شخص اتحركت الطيارة وبعد 38 ديئة بالزبط اتقطع الاتصال بيها وبعد شوية وقت تانيين اختفت تماما من على اجهزة الرضاة وبدون اي اسبقى الاختفاء المفاجئ ده معناه اكتر من حاجة انفجار الطيارة مثلا او مشاكل تقنية كبيرة او التفاف في المصاق او صاروخ او اخيرا انتحار قائد الطيارة ومش معناه انه يقتل نفسه معناه انه يدمر الطيارة باللي فيها بما فيهم هو بس لحظوا ان من بداية انطلاق الطيارة كان فيه انحناءات غريبة في مصارها على الرضاة مما يوحي ان فيه شيء غريب بداخل الطيارة اختفت الطيارة وفي نفس يوم اختفاءها اتحركت عمليات بحث لمدة سنتين كاملين بدون كلل ولا ملل سنتين اتصرف فيهم 159 مليون دولار 39 طيارة حربية وهليكوبتر 42 سفينة ده غير الاعمار الصناعية اللي شغالها ولا حياة المانتو نادي 13 دولة شاركوا في البحث عن حطام الطيارة الماليزية المنكو منهم الصين وامريكا واليابان بكل ما يملكوا من تقدم تكنولوجي وما قدروش يوصلوا لاي نتيجة خالص مفيش اي دليل دلهم على مكان الطيارة النهائية طب ايه طب ايه اللي حصل محدش يعرف المحققين بيقولوا ان اللي سيطر على الطيارة كان عارف بيعمل ايه كويس لانه قدر يخفي الطيارة من على اجهزة الرادار بتاعت قاعدة المرأبة تحت وقدر يفصل اجهزة اللاسلكة كاملة بس ما كانش يعرف ان الرادارات العسكرية مختلفة في نظامها فضلت الطيارة على الرادار العسكري ظهر لمدة ساعة كاملة بعد اختفاءها من على رادار الطيار المدني وتقال انه تم رصد الطيارة بعيدة عن مصارها بمسافة تقدر بـ 200 ميل بحري وده كان شمال غار بجزيرة بينانج الماليزية وبعد تحيقات كتيرة جدا اتوصلوا في الاخر ان الطيارة فضلت طايرة لمدة سبع ساعات كاملة في السماء ده بعد اختفاءها من على الرادار وده يعرفوه عن طريق امر صناعي لقت من الطيارة ومضات كانت بتبسها ركز كويس مش اي حد يقدر خالص يفصل ظهور الطيارة من على اجهزة الرادار مش بالامر الهين يعني ده معناه ان الطيارة دي كانت مخطوفة وكان فيه هدف من خطفها ولكن اللي حصل بعد كده جوة الطيارة هو اللي محدش يعرفه ركز في اللي جاي ده بقى من ضمن ركاب الطيارة اللي توفوا واللي اعتبروهم ميتين ركب سويسري وراكب ايطالي وتم اعلان اسماءهم من ضمن القتلة في حادث الطائرة الماليزية فتتفاجئ وانت قعد بتتفرج على نشرة الاخبار في التلفزيون في بيتك انهم بيقولوا اسمك ضمن الموتة في حادث الطيارة وامر نعم يا سيد ايوه زي ما اسمعتني كده بالزبط اتنين يا سادة وطبقا للمصادر من مفقودي الطائرة الماليزية عايشين وما رجبوش الطيارة وفيه اتنين تانين خالص هم اللي رجبوا الطيارة بجوازات صفر السويسري والايطالي طب دي حالله ازاي يعني معناها ايه مش فاه جاوا بقا عوالم موازية والشغل ده ولا ناخد المنطقي والعقلاني بتاعنا ونقول مثلا ان جوازات الصفر دي كانت مسروقة وان الاتنين دول هم اللي سرقوها بالتعاون مع قائد الطيار اللي هو المشتبه بيه واسمه الكابتن شاه سيطروا على الطيارة بغرض عمل ارهابي او ابتزاز او اي هدف تاني ولكن لم تأتي الرياح بما تشتهي الصفر وكان فيه سيناريو تاني خالص حاصل فوق على سطح الطيارة اختلفوا مثلا مع بعض حد من ركاب الطيارة عمل نوش قائد الطيارة اتل مثلا هو والمساعد بتاعه وده اللي ادى بعد كده لتحطم الطيارة ومات كل اللي عليها وارد صدر بيان رسمي بتاريخ يوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2016 بيفيد بتعليق عمليات البحث عن الطيارة المفقودة بسبب انه لم يتم العصور على اي اثر لها دمن نطاق البحث وتم الاتفاق ان عملية البحث لم تنتهي ولكن سيتم تعليقها موقعها الى ان يظهر دليل جديد قوي على موقعها المحتمل بعدها طلعت عدة تكهنات ودلائل بس معظمها طلعت في شيء عايز اقولك انهم هما بيدوروا ولقوا خطام لطيارات تانية في قاع المحيط الهندي ولكن ما كانش لها علاقة بالطيارة الماليزية اصلا وبيقال ان الطيارة ربما تحطمت شمال شرق ماليزيا الكلام ده كله كان في اخر تحيقات تمت سنة 2021 طلع تقرير جديد في يناير 2022 وتعرض في فيلم وصاققي اتعمل عن سقوط الطيارة دي طلع وتكلم كبير محاقيين سلامة الطيران وهو الطيارة المتقاعد جون كوكس قال انه سقوط رحلة الخطوط الماليزية لم يكن مصادفة وانه متعمد وانه ما فيه الشك في ده وانه واحد من الاتنين كباتن اللي في الطيارة هو اللي استولى عليها وانه مصار الرحلة والمناورة اللي عملتها الطيارة محدش يقدر يعملها اللي حد متمكن وخبير في الامر وقال كوكس ان الطيار شاه هو الوحيد اللي علامتنا الطيارة كان يعرف يفصل نظام ربط البيانات وبيقولوا في الفيلم الوصائقي ان الطيارة اتحطمت في المحيط الهادي واكتشفوا مع الوقت والبحث ان فيه شخصي ايراني جنسية حجز تسكرتين صفر على نفس الطيارة دي واما ربطوا التسكرتين باسماء المسافرين لقوا انه كان حاجز التسكرتين لجوازين الصفر المسروقين بتوع السويسري والايطالي واللي استخدموا التسكرتين دول شخصين ليهم ملامح شرقية يعني في الاغلب ممكن يكونوا ايرانيين وبالفعل بعدها تم ذكر في احد التقارير على قناة بي بي سي الفارسية ان الاتنين دول ايرانيين وتم الوصول لاسم الشخص الايراني اللي حاجز التسكرتين وكان اسمه مستر علي وبعد كده السلطات الايرانية وصلت لاسمه وطلع اسمه قازم علي وحاجز التسكر عن طريق وكالة صفر في مدينة باتايا ودي اللي في تايلاند طبعا تضارب الروايات وعدم الوصول لاي شيء خلى كتير من اهلية ضحايا يتكلموا ان فيه نظرية مؤامرة في اختفاء الطيار وان السلطات الماليزية عارفة حاجة ومش عايزة اي حد يعرفها مع ان السلطات الماليزية سمحت للجان من 13 دولة للتحقيق الداخلي وكمان سمحت ليهم للبحث في سواحلها والمياه الاقلومية ليها ولكن اكيد طبعا مع اختفاء شيء بدون سبب واضح ده يخليك تفكر في كل حاجة لانك عايز توصل لاي حال تفتكروا هيكون في جزء خامس من ذهب العودة هنشوف وده على حسب رغبتكم انتم ولكن الاهم ان لسه كلامنا مخلص وعشان تعرف اكتر دروي جدا تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد واكيد انك هتدينا لايك تقديرا منك لمجهوداتنا وما تنسوش انكم تشوفوا الحلقات اللي فاتت هتشرف بمتابعتكم هستفيدوا وتعلم من اراكم ومقترحتكم تواصلوا معايا على فيسبوك والانستجرام وتيك توك هتلاقوا كل اللينكات تحت في الشرح كل امنياتي للجميع بالنجاح في الحياة انا كريم العدوي الى اللقاء في حلقة جديدة اشتركوا في القناة